تندفع إلى منطقة حوض شرق الأبيض المتوسط كتلة هوائية قطبية شدة للبرود يوم الأربعاء بإذن الله ومترافقة مع تشكل عدة منخفضات جوية وتستمر حتى نهار السبت هذه الكتلة القطبية ستتساهم في انخفاض هائل وملموس جدا بالحرارة خاصة على شمال غرب المملكة اعتبارا من نهار الخميس وتترافق مع تساقط زخاتنا الأمطار المتفرقة على منطقتين تابوك وشمال غرب المملكة والتحول هذه الهطولات إلى ثلجية على المرتفعات الجبلية تنشط الرياح المثيرة للغبار الذي تؤدي إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية وذلك على مختلف مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض والمناطق الغربية وخاصة يومي الأربعاء والخميس وتتأثر المناطق الشرقية بالرياح النشطة خاصة يوم الخميس ويتكرر نشاط الرياح على مناطق شمال غرب البلاد بإذن الله نهار الجمعة ونهار السبت ويعود سبب ذلك إلى اختلاف قيمة الضغط الجوي الذي يسببها تشكل منخفض الجوي وتتساقط الأمطار بإذن الله تعالى على شمال غرب البلاد نهار الخميس وخاصة على منطقتين الجوف وتابوك وتكون على شكل ثلوج خفيفة على المرتفعات الجبلية ولكن اعتبارا من يوم الجمعة يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار على منطقة الجوف وتابوك ويتوقع أن يصل مستوى تساقط الثلوج إلى مرتفعات التي تتراوح ارتفاعها بين 1400 و1500 متر وقد يزيد ويقل تباعا للظروف الجوية ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار بإذن الله تعالى على وسط القطاع الغربي وخاصة سواحلها اعتبارا من نهار الخميس تمتد حتى شمال الوسطى ومنطقتين القسيم وجنوب شرق حائل وتمتد هذه الأمطار حتى شمال شرق السعودية ودولة الكويت تكون هذه الأمطار أشد غزار نهار الجمعة بإذن الله تعالى وتترافق مع حدوث الرعد والتساقط زخات البرد وتندفع السحب الماطرة بإذن الله جنوبا ولكن يطرأ عليها الضعف وذلك نهار السبت حيث تلامس مناطق شمال الرياض على شكل زخات متفرقة غالبا ما ستكون خفيفة تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 1500 متر نهار الخميس في منطقة تابوك حيث توقع أن تصل على شكل زخات خفيفة على قمم مرتفعات اللوز ولكن اعتبارا من نهار الجمعة ونتيجة لتتفق رياح رطبة شديدة البرود نحو مرتفعات تابوك سيشتد تساقط الأمطار والثلوج الكثيفة وقم مرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 1400 متر كان معكم أسامة طريفي من موقع تقص العرب أريبيا وذردتكم